موسيقى السلام عليكم ورحمة الله منتصف ليل تونس في أخباره عنوينا للليلة مشاهدين خلال زيارته مقرات الحكومة رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مزيد العمل لاسترجاع ثقة في مؤسسات الدولة مع تحميل المسؤولين مسؤولياتهم ويعلن أنه سيتم قريبا تركيز اللجنة التي سيعهد لها النظر في ملفات الصلح الجزائي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن نتائج الأولية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية والإثبات الإقبال العامة على التصويت تبلغ 12.53% انطلاق عملية الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 24 و 2000 لتعبئة 750 مليون دينار لميزانية الدولة وسط توقعات بنجاح هذا القسط باعتبار أهمية نسب الفائدة وآجال التسديد أهلا بكم مشاهدين الكرام قصد الاطلاع على سير عدد من المرافق العمومية زار رئيس الجمهورية قيسس عياد الاثنين مقر رئاسة الحكومة والكتابة العامة للحكومة بالقصبة وبحث مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني سير العمل الحكومي خصوصا سير جملة من المرافق العمومية وعددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية وتفقد بمقر الكتابة العامة للحكومة عمل عدد من المسؤولين مشددا على أن الإدارة يجب أن تقوم بدورها وأن يكون العطاء مضاعفا وأن يكون كل مسؤول مستبطنا المسؤولية التي يتولاها والواجب الذي يتحمله مؤكدا ضرورة العمل على تطهير الإدارة حتى تكون في مستوى انتظارات التونسيين وداعيا الكتابة العامة للحكومة إلى أن تقوم بدورها في مراقبة المنشآت والمؤسسات فضلا عن بقية أدوارها رئيس الدولة تحدث عن مؤسسة البنك المركزي التونسي وقال إنها مؤسسة عمومية يجب أن تنصهر سياساتها النقدية ضمن سياسة الدولة منبها إلى ضرورة القضاء على الفساد الذي استشرى ومشيرا إلى أن اللجنة التي عهد إليها النظر في ملفات الصلح الجزائية سيتم تركيزها قريبا حتى تعود الأموال إلى الشعب نفيا أن يكون الأمر متعلقا بتصفية حسابات بل بقضية الشعب التونسي العادلة للأسف في السنوات رائجات منذ عقود في الواقع خلات الأحباط يحل المحل الأمل اليأس يحل المحل الإقبال على الحياة ونقل لابد من مواصلة العمل حتى ترجع الثقة في مؤسسات الدولة وفي كل المسؤولين وعلى كل المسؤولين أن يتحملوا المسؤولية في القيام بمسؤوليتهم أمام المواطنين بالطبع الدولة واحدة وأن شأننا واحد ونحن في خدمة الشعب التونسي وفي خدمة الدولة التونسية وذكرت في المرة الأخرى وأن المرافق العومية تقوم على مبدأ الحياة يعني ما حصل في الخراب السنوات المشعقة أو في الواقع عقود بناء على الانتماء لهذه الجاهة أو للحزب أو للعائلة أو للصهر أو للارتماع في أحضان الخارج يتكلموا بطبعات الحال على الوطنية ويقولوا هذا الوطن وهو في نفس الوقت يتقابل مع العملاء في القارج ويرتمي في أحضاره ويعرف أنه يستمد وجوده من خيامته للوطن ومع ذلك يسمي نفسه جاهل مشروع وطني ويبيع السيادة بتاعنا يبيع السيادة بالنسبة لي لا تعلم بالنسبة لي شيء السيادة ما عندوش انتماء ما عندوش انتماء بتونس الحمد لله ماشين في الطريق الصحيح وتم احترام كل المواعيد الانتخابية وان شاء الله تتم الانتخابات دائما في مواعيد وشعب له الكلمة الفصل في كل الاختيارات ولن نقبل مرة أخرى بأن تضبطنا على رزامة أو وصفه من أي جهة خارجية كانت بيرادتنا بعقولنا بعرقنا بدمائنا سنحمي وطننا وسنحمي بلادنا وسنأخذ خاصة بيد البؤساء والفقراء الذين تم تهميشهم لأن الثروة موجودة في البلاد ولكن التوزيع العادل للثروة هو الذي أدى إلى هذه الأوضاع وحجم الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة لابد من أن قضاء على الفساد عملية عملية بدأنا فيها وسنواصلها إن شاء الله في المدة القادمة تركيب اللجنة التي سيعد لها بالنظر في ملفات الصلح الجزائي في أقرب الأوقات حتى تعود الأموال التونسية إلى الشعب التونسي في ظل التنقيح الجديد للمرسوم أن أمشأ هذه اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتعود أموال الشعب للشعب لا دفع أن يطمئنا الجميع وداعيا المسؤولين إلى الاستجابة لمطالب المواطنين وتأمين سير طبيعي للمرافق العمومية زار رئيس الجمهورية مساء الاثنين منطقة المنهلة وعين عملية إزالة فضلات البناء التي بقيت متراكمة سنوات طويلة التقرير المتابع لبوثين بجنح خلال تحوله إلى منطقة المنهلة عين رئيس الجمهورية قيس السعيد عملية إزالة فضلات البناء التي بقيت متراكمة لمدة تفوق العقد من الزمن حسب ما جاء علي لسنه زيارة تأتي بعد أن دعا في وقت سابق إلى رفع الفضلات بسرعة وانطلاق الأشغال بالمكان وقال رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة أنه يفترض على الولاد تحمل مسؤولياتهم في تنظيف البلاد وأن لا مكان في الدولة لكل من لا يقوم بواجبه وعمله المنوطي بعهدته كانت خراب في خراب معنى لمدة 11 ساعة أو 12 ساعة خراب وكان يلزم حتى أن نتدخل وفي عديد الولاد الأخرى يفترض أن الولاد يتحملوا مسؤولياتهم في تنظيف البلاد في هذه وغيرة كانت مشوير البقائة أخرين في هنا أقراب كيف كيف سادة مصب 1 800 سمية 1 800 ما راح بالمع عشر سنين كان يفترض الناس لتول话 الخدمة رو خدمة 1 800 سمية 1 800 سمية لانا نتبع في العمل وتحدث رئيس الجمهورية إلى عدد من المسؤولين ودعاهم إلى مزيد العمل على الاستجابة للمطالب المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم والزهر على سير المرافق العمومية سيرا طبيعيا نسبة تخطيط المدن هو بيد وجريمة في عق تونس ولكن بالنسبة للنقل على الأقل توفر أفضل من الأيام التفادي لتوفر من الأخير تدخله كنتي توفر شوية نقل معاتش الدين في الكيران وتطر رجال في وسط بعضها أحنا سيد الرئيس كيست الشنوية هذا معاتش عد لم تساكنين أبي ولا متساكنين سياراتهم ولا أسطول ولا موجود هاي جتوانا ندخل الحي خالد بن الوليد أفهموا الطريق ولا سوق أفهموا الطريق ولا سوق ماراتش متتعدى هو طريق ولكن الانتصاب اللي موجود فيه الطريق غابت تحت النصاب نقل في عديد المعتمديات وساعات في عديد الأحياء لرفع النفايات لأن المسؤولين الجهويين ولا المسؤولين المحليين للأسف ماش قايمين بالدورة متاحهم واللي ما يقومش بالدورة متاحهم ما عندوش مكان داخل الدولة هوا موجود لخدمة المواطن لخدمة المواطن هي جابس منطقة منكوبة وكملوا النفايات تركمت فيها بالأطنان بلدية مسؤولة عليها لأنها معطلة لمدة خمسة أشهر وعلى أشي معطلة؟ معطلة لأنها سيد الرئيس فيها قضايا فساد أنا رفعتها للمحاكم الآن سيد الرئيس أعطي أشوف القضية تبع فيها وخلال اتلاعه على مشاغل عدد من المواطنين أكد رئيس الجمهورية أن الحلول القادمة ويجب أن تكون حلولاً اجتماعية تهم كل تونسيين في كل المناطق مع العمل في نفس الوقت على فرض احترام القانون على الجميع ومواصلة مواجهة الفساد سوى داخل أجهزة الدولة أو خارجها نسبة مشاركة عامة بلغت 12.53% أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد دور محليات تونس الثاني أول أمس الأحد الهيئة أعلنت النتائج خلال ندوة صحفية مساء الاثنين رصد تقرير فدوشتورو أهم معطياتها خلال ندوة صحفية خاصة بالنتاج الأولية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فرق بوعسكر إنه تم إلغاء نتائج الأصوات المتحصل عليها للفائز في الدائرة الانتخابية تونس بمعتمدية قسيمة المديوني بولاية المنستين والإلغاء الكليين تأجي أحد الفائزين بالدائرة الانتخابية منزل شاكر بمعتمدية منزل شاكر بولاية سفاقس وذلك بعد الاطلاع على جميع النؤيدات فالأول لمخالفته شروط منصوص عليها قانونا والثاني لقيامه بمخالفات وجرام انتخابية منها تقديم عطايا مالية على الناخبين وخرق الصمت الانتخابي 4.181.871 ناخب عدد الذين قاموا بالتصويت 523.945 ناخب عدد الأصوات المصرح بها 512.142 صوت عدد أوراق تصويت البيضاء 4.504 ورقة عدد أوراق تصويت الملغات 8.269 ورقة بنسبة إقبال نهائية للدور الثاني 12.53% وصدق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابقنا اليوم على نتاج الأولية للدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية بعد عرض التقرير الخاص بسرع العمليات الانتخابية وذلك بعد غلق مكاتب الاقتراع وختم عمليات الفرس وإعداد النتائج الأولية على أن تكون النتائج النهائية يوم السابع عشر من المرس القادم بعد استفاهي كليب وراحل التعون لدى المحكمة الإدارية بعدها وفي تماهن مع رزنمة المضبوطة سلفا قال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليل النصري تنتلق عمليات القرعة الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية سيكون ذلك في أجل ثمانية أيام بداية من الأعلان عن نتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية وذيفا أن على المجالس الجهوية أن تجتمع بعد ثمانية أيام من الأعلان الرسمي على نتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية حينها تقوم هيئة الانتخابات بإجراء القرعة الخاصة بأعضاء المجالس المحلية الذين سيمثلون عمادتهم في المجالس الجهوية لفترة نيابية محددة بثلاثة أشهر تقارير ملاحظة سير الاقتراع خلال دور انتخابات المجالس المحلية الثاني التقارير الأولية قدمتها الاثنين الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات خلال ندوة صحفية رصد نقل لطيف حمد أبرز ما جاء فيها ومنتهت إليه بالملاحظات وتوصيات رصد الملاحظون التابعون للمركز التونسي المتوسطي المعتمدون لملاحظة سير عملية الاقتراع في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية ضعف مشاركة النساء مقارنة بالدور الأول وأفادت مديرة المشاريع في المركز المتوسطي في ندوة صحفية نظمتها الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات لتقديم تقاريرها حول ملاحظاتها لمختلف مراحل انتخابات المحلية في دورها الثاني أن نسبة الأقبال كانت أعلى بشكل طفيف في الأوسط الريفية كما أظهرت نتائج عملية سبري آراء قام بها المركز المتوسطي أن أغلب النساء المشاركات ينتمين إلى الشريحة العمورية من أربعين سنة فما فوق النتائج التي توصلنا لها البارح أنه فما فرق كبير بين الدور الأوليني والدور الثاني حيث أنه بلغت نسبة مشاركة النساء في الانتخابات وإلى كناخبات 35% فقط كيف كيف أنه ثلثي مراكز الاقتراع التي تواجدنا فيها من 350 مركز كانت غير متاحة للأشخاص ذوي وذويات الإعاقة ونحن نعرف أن أي مواطن من حقه أنه يضلي بصوته من حقه أنه يمارس حقه الانتخابي لكن للأسف إلى حد الآن ما زال فما مراكز معناها ليس متاحة للأشخاص هذوما المركز التونسي المتوسطي قامت بصبر أراء موجهات للنساء في محيط مركز الاقتراع صبر الأراء هذي نتائج متاعه وأضفت أنه 729 نساء اللي نجمنا نتواصل معهم نسبة كبيرة من نساء اللي قاموا بالاقتراع وما أكثر من 40 أسناء لكن النساء الشابات فقط اللي يتجاوز معناها العمرهم من 30 أسناء كانت نسبة الإقبال الضعيف كيف كيف كل النساء اللي احنا تواصلنا معهم بنسبة 20% من نساء اللي المستوى التعليمي يمتاحهم من لم يتجاوز المرحلة الإبتدائية من جهتها خلصت ملاحظة جمعية شباب بلا حدود لسير عملية الاقتراع إلى رصد انخفاض في حدة الاعتداءات والمضايقات تجاه الملاحظين خلال قيامهم بمهامهم مع تسجيل عدد من التجاوزات المتعلقة بالدعاية الانتخابية في محيط بعض مراكز الاقتراع سجلنا سبع حالات دعاية انتخابية زوز محاولة تأثير على الناخبين في محيط مراكز الاقتراع وحالة وحيدة لنقل جماعي للناخبين ومن بين التوصيات التي ضمنتها الجمعية والشركة لملاحظة الانتخابات في تقاريرها وضعوا خطة استراتيجية مشتركة لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الحياة المدنية من أجل تعبئة موارد لميزانية الدولة تفوق سبعمائة مليون دينار وتفعيلاً لما جاء به قانون المالية لسنة أربع وعشرين وألفين انطلقت الاثنين عملية الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة الجارية تفاصيل أكثر في نقل مفيد الماجري لتعبئة موارد مالية في خزينة الدولة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب سجل هذا المكتب لوسط أبل بولصة أقبالاً لعدد من المكتتبين في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة أربع وعشرين وألفين من أجل المساهمة في ضخ موارد هذا القسط التي حدد سقفها بسبعمائة وخمسين مليون دينار الاكتتاب هذية هو واجب وطني يلزم واجب على كل مواطن على قدر الاستطاع منها بالطبيعة ساهم تقبل وما زل تنساهم من ناحية الساعة للقيام بالواجب هذية ومن ناحية أخرى لنسبة الفايدة في القرض هذية نسبة هامة التي تشجع العباد زادة باش اللي عنده مدخرات ينجم يساهم بهم منه ينتفع وتنتفع الدولة معه ولأنجح هذا القسط من الاكتتاب في خزينة الدولة عمل وسط البوطسة على حث المؤسسات والأشخاص الطبيعيين للمساهمة في تعبئة موارد المالية العمومية العملية هذه تندرج في ميزانية الدولة وتعبئة موارد الدولة لسنة 2024 نحن الحق قمنا تصانب الحرفاء بتاعنا إن كانوا أشخاص طبيعيين ولا أشخاص معنويين والوعود كانت وعود مهمة جدا صحيح للأشخاص الطبيعيين شاركوا ولكن المشاركة بتاع الأشخاص المعنوين كانت أكثر والشركة كانت مساهمة كبيرة في القرض الليقاعي حسب الوعود هي مساهمة محترمة وممتازة وتأتي هذه التوقعات بنجاح القسط الأول من الاكتتاب وفقا لما تمنحه الدولة هذه السنة من امتيازات لفائدة المكتتبين في القرض الليقاعي الوطني خاصة فيما يتعلق بنسب الفائدة وأجال التسديد جديد التغيير الوحيد في الشروط المالية يتمثل في عدد سنوات الإمهال حيث بالنسبة لأشخاص طبيعيين أي خمس سنوات كانت سنوات الإمهال ثلاثة سنوات السنة مش تقولي أربع سنوات وبالنسبة لأجال سبع سنوات نسبة الإمهال مش تتحول من ثنين إلى ثلاثة سنوات ومن الامتيازات الأخرى التي نص عليها قانون المالية الجاري به العمل فيما يتعلق بالفصل الخاص بالاكتتاب هي توسيع مجال الانتفاع بطلح الفوائد من قاعدة الضريبة كانت قبل قانون المالية لأربع عشرين كانت تتمتع بهذا الامتياز الحسابات الخاصة للإدخار والرقاع التي تصديرها المؤسسات قانون المالية هذا وصعوا ليشمل كذلك الرقاع متوسط وطلط المدى لتصديرها للدولة وذلك في حدود عشر لاف دينار سنويا كما أكد موديل عام التونسية للمقاصة مهر الزواري أن ثلاثة أقصات أخرى ستتبع هذا القسط الأول من القرد الرقاعي الوطني على امتداد سنة كاملة بتنظيم قسط كل ثلاثية من أجل تعبئة موارد جملية في حدود 2875 مليون دينار هذا القرد الرقاعي الوطني أصبح من الآليات لتعتمدها الدولة لتمويل حاجياتها عن طريق السوق المالية حيث إضافة إلى رقاع الخزينة قصيرة المدى ورقاع الخزينة القابلة للتنظير أصبح يمثل القرد الرقاعي الوطني حوالي 36% من قائم القروض متوسطة وطولة المدى وتتواصل عملية الاكتتاب في القسط الأول من القرد الرقاعي الوطني إلى غاية الثالث عشر من فيفلي الجارية في جديد العدوان السهيوني الغشم على أراضينا العربية الفلسطينية في قطاع غزة يتواصل اقتحام قوات الاحتلال بلدة قفين جمالة الكرم فجرت فيهم المقاومة الباسلة عبوة ناسفة منذ ساعة تقريبا ومعاركها الباسلة الضارية مستمرة مع قوات المحتلة في محاور عدة بمدينتي غزة وخان يونس حزب الله نفذ هو الآخر منذ ساعة أربع عمليات ضد مواقع الاحتلال شمالا بينما صرح البنداجون منذ قليل بعدم رغبته في توسيع الحرب مؤكدا في المقابل التزامه بما سماه الدفاع عن النفس ساعة بعد وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض في مساعي للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة التقرير المتابع لموراد لبيض هو ذاك الحالوة لليوم الثاني والعشرين بعد المياه من العدوان السيوني على قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال قصف أنحاء متفرقة من القطاع موقع عشرات الشهداء والجرحة وارتكاب ثلاث عشرة مزرة راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتوازيا أعلنت المقاومة الفلسطينية قتل بعض الجنود الاحتلال في وقت يخذ فيه عناصرها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور عد بمدينتي غزة وخان يونس في رفح جنوب قطاع غزة فدت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال شن غارة على أرض زراعية على مقربة من الحدود المصرية وذلك في وقت يهدد فيه المحتل بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في هذه المدينة المكتظة بالنازحين وإلى ناحية منطقة خان يونس أعلنت مصادر علمية عن وصول الجثمين 17 شهيدا إلى مستشفيات خان يونس جراء قصف جيش الاحتلال ودون انقطاع على مناطق في المدينة التي تشهد بعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية حيث أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت جند الاحتلال غرب خان يونس بقظيفة مضادة وأوقعتهم بين قتيل وجريحة وذلك بعد أن ذكرت في وقت سابق أنها أوقعت أليات جيش الاحتلال في كمين وفجرت دبابة ميركافا في غرب مدينة خان يونس إلى ذلك أفادت مصادر بأن اشتباكات بالأسلح الرشاشة والثقيلة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الضواحي الشمالية لمدينة غزة ووسط هذه الأجواء ووصل وزير الخارج الأمريكي ينتوني بلينكين إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك في سياق جولة جديدة للمنطقة تشمل أيضا مصر وقطر والأراضي الفلسطينية من أجل الدفع نحو اتفاق هدنة جديد في غزة فيما أعلن مصدر مسؤول في حركة حماس عن القيام بمشاورات مع الفصائل الفلسطينية للرد قريبا على مقترح الهدنة وفي السياق أيضا طالبت فرنسا بوقف اطلاق النار ورفض التهجير القصري للفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية قبل ذلك بحث وزير الخارجي الأردني خلال لقاء جمعه مناظره الفرنسي أمس جهود توصول لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار الجهود المشتركة لإصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا يعقد الليلة دعت إليه روسيا الضربة التي شنها الجيش الأمريكي ردا على هجوم استهدف قاعدة تابعة له في الأردن قتل فيها ثلاثة من الجنود الأمريكيين ونسبت واشنطن إلى جماعات موالية لإيرونا استهدفت بها خمسة وثمانين هدفا عبر مواقع سورية وعراقية يتمركز الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة الموالية لإيران بها حسب واشنطن وقد رجحت وزارة الدفاع الأمريكي الاثنين سقوط قتل في ضرباتها الأخيرة على المواقع المستهدفة مضيفة أنها ما تزال تجري تقييما للوضع فيما يلي مشاهدين تذكير بعنوين الأخبار خلال زيارته مقرات الحكومة رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مزيد العمل لاسترجاع ثقة في مؤسسات الدولة مع تحميل المسؤولين مسؤولياتهم ويعلن أنه سيتم قريبا تكييز اللجنة التي سيغهد لها النظر في ملفات الصلح الجزائية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن نتائج الأولية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية ورسبة الإقبال العامة على التصويت تبلغ 12.3% 12.53% انطلاق عملية الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 24-2000 لتعبئة 750 مليون دينار لميزانية الدولة وسط توقعات بنجاح هذا القسط لأهمية نسب الفائدة وأجال التسديد تابعوا الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمسح الرمز الظاهر على الشاشة ومشاهدة نشرات التلفز التونسية بيت التونسيين في أمان الله مشاهدين اشتركوا في القناة